خلال أسابيع إن شاء الله مو أشهر خلال أسابيع هذا الموضوع المحلول وترجع الأمور طبيعية ونرجع ننطل المواطن أسبوع إلى أسبوعين تطلع البطاقة الوطنية طيب هاي إذا المواطنين أيضا مقدمين صار لهم كثير يعني صار لثلاثة شهر وأربعة شهر يعني أيضا ما يصير لعندي يقول لك يعني حتى أكون معاناة بالأحوال الشخصية بالدوائر ينتظر أسابيع وأشهر طويلة حتى يروح ويرجع إلى حد الآن ماكو حجوزات زين إحنا بهتش حالة اللي صار لهم أشهر واللي قدموا هسه شنو وضعهم تمشيون للقبل يعني مثل ما قلتش خلال الأيام إن شاء الله ستجينا كمية خمس ملايين بطاقة تتبعها خمس ملايين أخرى وإن شاء الله بعد العشر ملايين ستجينا ثلاث ملايين أكو خلية عمل شكلناها مجموعة من الموظفين في مركز الطباعة راح يدامون على مدار 24 ساعة على ثلاث شفتات يعني ثمان ساعات بثمان ساعات بثمان ساعات يعملون على طباعة كافة الهوية البطاقات المتأخرة بالكامل إلى أن نرجع الأمور إلى نصابها سبب التأخر هو عدم توفر البطاقات الخام سبب عدم توفر البطاقات الخام أنه ميزانية ماكو بجهود مباركة الحمد لله شكرا قدرنا نأمن هاي الفلوس بمشقة وبتعب ويعني إحنا حاليا خلال أيام خلال أيام راح تنحل هاي المشكلة وراح تتوفر البطايق وترجع الأمور إلى نصابها الأول وإذا يذكرون المواطنين سابقاً كانت الأمور طبيعية يعني إحنا كان يجي المواطن يراجع ننطيه موعد أسبوعين البطاقة نظر قبل الأسبوعين تظهر تطعي يعني يجي وقدر يستلمها والأمور طبيعية لكن مرين يعني البلد كلها مر بها هذا الظرف مسألة الميزانية وقلت لك إحنا وزارة حالنا حال أي وزارات الأخرى تأثرنا بهذا الموضوع طبع أنتو كوزارة ليش ما تنطون تعليمات بعض الدوائر سيادة العميد يعني إذا يطالبون دوائر وزارة العمل الشغل الاجتماعية ورعاية المرأة يطالبون دائماً بالبطاقة الموحدة إذا نفهمهم قولون لهم يا جماعة البطاقة ماكوا موازنة بهذا تتأخر حتى يمشون إجراءاتهم هذول المواطنين بالوزارات نعم ست أكو إجراءة بهذا الخصوص إحنا عممنا على جميع دوائر الدولة وهذا الشي معمول بي حالياً أنه أنا إذا ما توفرت عد المواطن للبطاقة الوطنية بإمكان أن نوفر له صورة القيد وصورة القيد بالقانون أعم وأشمل من البطاقة الوطنية ليش لأن تفاصيل أولاً محدثة أثنياً تفاصيلها أكثر من تفاصيل البطاقة الوطنية ومستمسك رسمي معتمل حالياً بالمحاكم دوارة تجيل العقاري وكلتها دا تعتمد صورة الجوازات دا تعتمد صورة القيد ودنزود المواطن بصورة قيد يقدر يعتبده بشكل رسمي يصدر جواز يمشي معاملة مسألة طبيعية